سلام لبناء تسباح خير عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير جيتكم اليوم مع وصفة جديدة وصفة تعلق طايف محشية كانت واحدة الأخت ربتها مني قلت يديري هايلي قلت ولا غنشاركها معكم وش فيها هذي الوصفة عندي اللحنة قطايف شريتهم تعلق سوريا واسمهم قطايف سوريا أنا خدمت بنص برك يعني خدمت بنص الكمية خليتها حليتها هكذا من بعضها كي معناكم تجوفوا ومن بعدها وليت جبت السمن من الأحسنة اللي بنات أخدموا بالسمن خير خاطر السمنة يخليها مقرمي شال أطول مدة أنا خدمت هنا أخي قلت لكم نخدم بالسمن تاع صول لي ما عندهيش سمن صول تخدم بالمدينة لي ما عندهيش المدينة تدير مارغارين وتزيد لها زوج مغارب زيت اللي هنا نبدأ ونزيده في السمن بشوية حسين لازم تتشرب كامل قطايف تاعنا وحيجة أخرى لبناء السمن تاعنا نذوبوه من بعدها نخليوه حتى يبرد شوية ما يبردش هذيك لبلودك شغلت تنحيل وذيك السخونة برك من بعدها نبدأ ونخدمه ونشربوا لقطايفتنا بشوية شوفوا كيفاش نشربوه ونحلوه لازم نحسوا بلي لقطايفتنا تشربت كاملة لهنا هذي الملاحظة مهمة لازم لقطايفتكم تتشرب تتشرب بهذا السمن باش مبعدها تجي مقرمي شا ومتجيش كشغل مبعدها تتفرتت هاكذا شوفوا كيفاش نزيد بشوية ونمث المسهب اللي تشربت ومن الأحسن اللي بنتاخد مو في كيفاش نقولوا قصعة ولا المهم حاجة تكون كبيرة باش تشمخ مليح 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 وتتشرب بمليح مليح أنا قاعد أنت مصخر في هاذا لنرمان موراني نحيت عليها قبيل لهنا نشوف واني نولي تنهز بشوية ونشوف ايس كتشربت كاملة ولقاها شوفوا كيفاش اني نهكذا نهز فيها نحط فيها عليك كفة يدي ونشوف ايس كتشربت مليح ولقاها لهنا غير نشوفوها تشربت وانتو ما تحبوا تخدموا في مقلة اخدموا لي عندها مقلة وتحب وتدخل للفور تخدم في مقلة تعدلها فوق مقلة وتدخلها للفور لي ما عندهاش المقلة والمقلة تحها ما تدخلش للفور تطيبها فوق الغاز نورمال سما ماشي لازم من الفور مرة كيما اللي هنا انا اللي حبيت نخدم في هذا الملتع لتاخد طويلت شوفوا ان درس الطابقة الاولى فوق الملتع كما راكم تشوفوا وبديت نضغط بيدي لازم تضغطوا هكذا مليح مليح هكذا اضغطوا واعدلوا واضغطوا واعدلوا يعني شوفوا ملق طايف الحجاني ميش مليحة فيهم يثنثرو فوق البوطاجي فوق الحينام يخليهم يبقي ولحقت عرضي انا واش عندي عندي كوكيو حمصته مليح مليح ورحيتو كرحيتو رحيتو خشين ورحيت معي زوج مغارف تعنوات كوكو مدرت له ويلو محبيت ندير له سكر محبيت ندير له اسمن محبيت ندير له ويلو ورحيت بتغير مليحة حاجة سوما تكون معس لا جيد انا قلتكم شوفوا درت الطابقة من هذك الكوكيو بان لى خليتوا شوي خشين ولي تدرت طبقة مليحة ولي تجبت لقطايف بتاعي ودرت الطابقة الثانية كما راكم تشوفوا هكذا هذا مكان ونبعدا شوفوا الطبقة الثانية لك اضغطوا ثاني اشتركوا في القناة 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 كفر العسل تجربة العسل نبت لدى العسل ونشرب حتى نكملها كاملة لان العسل لا يتحكم فيها تحب ان تكثر ارتها جيدة تجربة كاملة جميلة كبت على حواشي و اضعها خبزة العلقة طعيفة قدمت تقعد و قدمت تشرب العسل تجي بنينة خير و خير بعد ما عسلتها و خلصت شوفوا هنا عندي شوية مكسرات حكمت شوية عسل درتوا في هذو كل مكسرات و حطيتهم فوق الناعة حتى نطراولي يعني ولو طرايين داخل هذاك العسل مبعدا وليت ديكوريت بهم بار كما لكم تشوفوا و زي ما قدرتهم على شكل هلال تزيني بقى اختياري تحبو تخليوها كما راهي ما تديرو ويلو تحبو تديرو غور شوي كوكي و هكذا من الفوق تديرو وش تحبو ديما نقولكم تكلفوش رواحكم المهم الواحد باركي سما يدير حاجة حلوة يقعد بها يتلم بها مع عائلتو يفرح بيها سينو مشي لازم تكلفو رواحكم مرة و بالكوكي والابنت ولا غير تجيلة بس بيها اللي تحب تدير جوز ولا لوز ولا تديرو وش تحب انا يعني صراحة نحب نخدم حتى بالكوكي و بشينوه او برابعين الفولو قدي احنا برقلي حاقرينو سينو حتى بالكوكي او بشينو وما يقول الله غير جيد سخف هاي اللي اهنا تزين اختياري هذي السهرة درناها يعني صورتها في النهار كما لكم تشوفوا الضواء و ضارب قلت زعمة في اللي لا الوحدي طيب شوية كوي يستي و يقعد الله هلا و يدير قعد داوة ذك بصح صدقوني ولا غرر قدت على العشرة راني قومتي سهرات هذو اليامت شوفوا الله يبارك فش داخل نور داخل نور و نقول لكم لبنات خليها أموات بيت لاشتاعتين ايه ايه بنات كيما اقول لكم لها تحب تدير الشاربة تدير الشاربة احسن لتحب تدير الشاربة شربها بالعسل لاني تدير اللي مخدوم في الدار تدير سينولي ما عنداش اللي مخدوم في الدار تخدم بالمرجان المرجان ثقيل وبنين ويخي دي ما نخدمه بي الوصفات ولهنا البنات في الاخير ما بقى نيقولكم غرب قاوة على خير صحاف طوركم تلاقوا ان شاء الله في وصفة جديدة دعوا واسقوا الموما بشفى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام